تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر دعوة من معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور الاحتفالية التي تقيمها الجامعة العربية خصيصا لتكريم سموه ومنحه درع العمل التنموي عرفانا لإسهامات سموه الخيرة في المجال التنموي ودور سموه الرائد في التحديث الشامل والنهضة الحضارية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه بالرفاع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الذي نقل إلى سموه دعوة جامعة الدول العربية وخطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية لهذا الغرض وقد أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية في كتابه المرفوع لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن أسهمات سموه في مجال التنمية والتحديث ودور سموه في العمل العربي المشترك قد صار علامة بارزة ومثال يتطلع إليه كل المشتغلين في العمل التنموي والمهتمين بقضايا التنمية المستدامة والعصرنة ليس على صعيد مملكة البحرين فحسب إنما على صعيد العالم كله وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن جامعة الدول العربية تحرص على تعزيز دورها كحاضن لكافة التجارب الناجحة والنماذج الملهمة في المنطقة العربية التي تحتاج للإشارة بالبنان كونها رموزا صاحبة إسهام متميز في مجال التنمية ومن بينهم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حتى تكون هذه الرموز نبراسا للمجتمعات وأسوة حسنة للسائرين على درب التحديث والتطوير من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله من قبل جامعة الدول العربية ومنح سموه درع العمل التنموي في الاحتفالية التي ستقام بمقر الجامعة بجمهورية مصر العربية في التاسع عشر من شهر أبريل الجاري يعكس إجماعا عربيا على رؤية سموه التنموية السديدة حيث أرسى سموه نموذجا تنمويا متكاملا ومعطاء ساهم في أن تتبوأ مملكة البحرين مكانة متقدمة بين دول العالم في مجال التنمية البشرية كما يجسد عرفانا بما يقوم به سموه من جهود حثيثة في دعم التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأضف معالي وزير الخارجية أن هذا التكريم الرفيع من قبل الجامعة العربية يتستمرارا لما يحظى به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من تقدير عربي ودولي كبيرين لإسهامات سموه البارزة والمؤثرة في مجال التنمية وعلى مختلف الأصعدة ولدور سموه في دفع جهود التنمية والنهضة في مختلف دول العالم سعيا من سموه لإحلال الأمن وتعزيز السلم في كافة المجتمعات لتنعم البشرية جمعها بالإزدهار والرخاء وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن خالص شكره وتقديره لجامعة الدول العربية لحرصها على التعريف بالتجارب الناجحة والنماذج المضيئة في مجال التنمية لتقتدي بها كافة المجتمعات الراغبة في التطوير والتحديث هذا وسوف يتم منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء درع العمل التنموي في احتفالية ستقيمها جامعة الدول العربية يوم التاسع عشر من إبريل الجاري وتشهد تكريما لسموه على مجمل إساماته في المجال التنموي ودور سموه الرائد في التحديث الشامل والنهضة الحضارية ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية كبار رجال الفكر والسياسة في العالم العربي اشتركوا في القناة